ناقش نائب مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة مع المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر كينغ مستجدات الاوضاع بالساحة اليمنية والسبل للكفيلة للدفع بعملية السلام الشاملة وخلال اللقاء الذي حضره السفير الامريكي ستيفن فيغين اشاد اللواء العرادة بمستوى العلاقات المتينة بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية ومستوى الشراكة القائمة بين الحكومتين بالعديد من القضايا والملفات الاستراتيجية والمهمة على المستوى الاقليمي والدولي واكد العرادة على اهمية دور الدبلمانسية الامريكية في دعم جهود الامم المتحدة وممارسة الضغط على الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من ايران لوقف تصديها المتواصل والتوقف عن انشطتها العدائية ودفعها للقبول بمساعي تحقيق السلامة مشددا على ضرورة التزام اي عملية سياسية تطلقها الامم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي لحل الازمة اليمنية بالمرجعيات الثلاث كأساس لأي حوار سياسي بين الاطراف اليمنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة